قال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سطرا من النار روه الشيخان شاء الله لو بنت وحده قال صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين أو أختين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة هكذا وشبك بين أصابعه طريق أقل الجنة الإحسان إلى البنات عايز تحرم على النار أحسن إلى بناتك وقد زوج النبي جميع بناته من خير الرجال ومن حق البنت على الوالد أن يختار لها الزوج الصالح ما تبقاش أب تاجر اللي يجيلك تسأله ها شاء بتاعتك إيجار ولا تمليك إيجار قديم ولا جديد مرتبك قد إيه عندك فلوس في البنك ولا لا عندك عربية ولا لا يا أخي أقول له أنت بتصلي ولا لا اسأل عن دينه وأخلاقه أولا ثم اسأل عن هذه الأشياء بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هذا روي عنه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير النبي كان بيختار الزوج الصالح زوج زينب القبرى من ابن خالتها من أب العاص بن الربيع القرشي وهو رجل حسيب نسيب ابن خالتها هالة بنت خويلد وكان من رجال مكة المعدودين وكان صاحب مال وأمانة وأخلاق وتجارة وقد فرق الإسلام بينه وبين زينب ثم أسلم بعده وحسن إسلامه رضي الله عنه شوف العريس ثم زوج رقية وزوج أم قلثوم من عثمان بن عفان المبشر بالجنة التاجر السخي الكريم الذي اشترى بئر رومة ووهبها للمسلمين الذي جهج جيش العسرة شوف النبي بيختار لبنته مين صاحب الدين اللي هو من أعظم الصحابة حياء لو رجل كانت الملائكة تستحي منه رضي الله عنه الخليفة الثالث الراشد وزوج الرابعة لبطل الإسلام علي ما عندهش فلوس صحيح مش تاجر صحيح لكن عنده دين عنده علم عنده أخلاق عنده حسب ونسب مبشر بالجنة إذا اختر لبناتك كما كان يختار رسول الله الصالحين لبناته وكان صلى الله عليه وسلم يشاور البنات في أمر الزواج ما يفردش عريس على بنته هو كده هنجاوزك ابن عمك غصب عنك رضيتي أو رغم أنفك حرم عليك شاورها هذا من حقها أن ترضى عن عطاء بن أبي رباح قال لما خطب علي فاطمة رضي الله عنه أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن علي قد ذكرك علي كلمني في أمرك عايز يخطبك إن علي قد ذكرك فسكتت فخرج فزوجه أخرجه ابن سعد في الطبقات سكوت البكر رضا هكذا قال رسول الله لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت رأوه الشيخان في رواية وإذنها صماتها إنما المرأة الثيب ما ينفعش يبقى سكتها رضا لازم تتكلم ذلك لأن البكر يعتليها من أسباب الحياء في هذا الباب ما لا يعتري المرأة الثيب غالبا فالبنت إذن أمانة في بيت الوالد ولا يحل للوالد أن يزوج ابنته من رجل رغم أن فيها بل من زوج امرأة رغم أن فيها فذهبت للقاضي وشكت له رد القاضي هذا الزواج لازم ترضى وكان صلى الله عليه وسلم لا يغالي في مهور بناته النهاردة يقول لك أنا شبكة بنتي ميد جرام دهب ما بيقولش بقى دبلة أو خاتم أو إسورة لا بالجرامات ميد جرام دهب الأيمة بـ 200 ألف جنيه المؤخر 100 ألف جنيه يا أخي هي بيع وشروة العوانس عندنا بالملايين أنا بتكلم على مستوى كل الدول العربية الغنية والفقيرة والله ليس هذا من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي